سؤالي أستاذ علي للإعلام القدير أحمد الفيت نجاح إذا البشت يا أستاذ أحمد ولا كيف أنا معلق البشت ومبخر جاهز كيف بس يعني ولا ألبسوا يوم العيد يا أستاذ علي السلام عليكم الدوري اتحادي الدوري اتحادي ما أحد يقدر يلحق الاتحاد خلاص اتحادي اتحادي المرة الجاي في وزن الاتحاد الدوري اتحادي من غير أي منافس السلام عليكم بالنسبة للضغط اللي حاصل للهلال أخشى ما أخشى أنه يتأثر نقدره برصابات ويؤثر غياب في النهائي الأسوة لكن إن شاء الله أنها تعدي الفترة هذه من الهلال قادر بإذن الله على أن صار في جميع المبريات بما فيها أمام الاتحاد وفي النهائي بإذن الله ونأخذ الكاس وكاسها الملك والدوري بإذن الله بشتك يا حمد الفهيد بشتك يشغل العالم يلبسونه بالعيد وخلاص طيب العيد كويس مناسبة عظيمة يلبس ويلبشت بس يحرص على يعني يلبس البشت في العيد ويلبس المناسبة أخرى ما في مشكلة يعني بس يحرص أنه يكون أسود بيبقيه جاهز يعني بس إذا سمحت لي يا علي أبا أرد على المشاهد العزيز الذي يتكلم عن الدور الاتحادي بس أنا أذكره بشغله العام الماضي ويمكن كان معي الأستاذ جمال عارف أو أعتقد الكابتن الكابتن ما يخاله عبدالله فلاته مدافع اتحاد حمد المنتشري حمد المنتشري حمد المنتشري فأنا قلت له الدوري خلاص اتحادي فقال لي لا أنا كنت واثق بنسبة 101% أن الدوري اتحادي ومع ذلك في اللحظات الأخياط تبدل كل شيء فأنا أقول له يعني لا يقنع نفسه ويقنع اتحادين أنهم حصلوا على الدوري ولا يقول أخذنا الدوري إلا إذا رأى الاتحاد أخذ الدوري هذا الكلام لكل الجمهور سواء الاتحاد أو النصر أو الهلال لا تقول أخذت الدوري اللي نشوفك رافع انتهى وقتنا شكرا أبو بدرح